هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الواحد والثمانين واستهدف طيران الاحتلال فجر اليوم عدة منازل في خان يونس ما تسبب في استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين كما تم قصف محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة عدوان متواصل وأرواح تزهق في كل لحظة ودماء الأبرياء اختلطت بكل شيء والدمار في كل مكان وبعد مرور أكثر من ثمانين يوما على العدوان يستمر الوضع على ما هو عليه الساعات الأربع والعشرون الماضية كسابقتها شهدت استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات مع استمرار القصف الإسرائيلي في خان يونس بجنوب قطاع غزة تسبب القصف الإسرائيلي فجر اليوم للمنازل بالمنطقة في سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين كما قصف طيران الاحتلال محيط مجمع ناصر الطبي الذي لا ينفك يستهدفه كغيره من المرافق الطبية وبجانب القتل والخراب تواصل قوات الاحتلال حملتها الاعتقال الفلسطينيين الأبرياء من منازلهم صحيفة الجارديان البريطانية صلطت الضوء في مقال على استمرار قوات الاحتلال في استهداف الملاذات الآمنة في قطاع غزة خلال العدوان المستمر وأشار المقال إلى أن الاحتلال لأشن عدة غارات جوية على أحد الملاذات الآمنة في مدينة تأدير البلح ما تسبب في استشهاد أكثر من مائة فلسطينية في واحدة من أعنف الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل ومن جانبه يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيمين نتنياهو تحديه للمجتمع الدولي وللقوانين الدولية متعهدا بمواصلة القتال في غزة حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية نتنياهو الذي قام بزيارة للقوات الإسرائيلية شمال غزة أمس قال لنواب من حزب الليكود الذي يتزعم إن الحرب أبعد ما تكون عن نهايتها رافضا ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال